هممان عراقين بالكردية المطلقة يسم العراق فيها وبالعربية كلنا عراقيون مسعود بارزاني صانعا مجده التاريخي عقل مدبر لأجل العراق الواحد صانعا مجده التاريخي بهذه الكلمة عقل مدبر لأجل العراق الواحد الاسم الذي يعرفه العراقي والعربي لم يتوقف ذات يوم عن الابحار في محيط الوطنية الذي يتسع للعراقيين بمختلف حضاراتهم والوصف أكبر من مقالة إنما فيها رسالة مفصلة لأسطورة ونجل زعيم خالد في تاريخ العراق وسفره السياسي يزف مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية تفاصيل تؤرخ إنجازات رجل سلام هادئ متزن ولو كان في عمق العاصفة قيلت الكلمة وكان الفعل شاهدا في ميدان البطولات جزءا لا ينسلخ عن عراق واحد موحد حين كان الإرهاب يعصف بالعراق والإقليم من ضمنه الحكيم لقب زرعه مسعود بارزاني في تفاصيل الميدان فمن أربيل إلى بغداد لم يفكك كلمة الوطن وهو الحاضر بقوة في عمق الحدث السياسي واجبا وإيمانا ونهجا متوارثا في نسيج الكرد كما العرب والنظر إلى كردستان باريس العراق توصف بقلم المختصين بوحدة الدراسات العراقية قولا وفعلا وهي باريس لكن صنعها جسد برجا كإيفل برجا من العلاقات الوطيدة مع كل الأقطاب موازنا غير موارب أو ممتنع عن خدمة العراق وطنا وشعبا واحدا بمختلف الأطياف سيرة ممتدة منذ تأسيس الدولة العراقية كتلك التي حملت أسماء أحزاب وحركات وطنية كان البناء بيدها اليمنى والتقدم والازدهار وجهة ثابتة إلى الأمام لا توقفها الصعاب صناعة الرصخة تلك التي قدمها منتج الحركة الوطنية الكردية راسخة في السياسة العراقية ما أسهم في إبرازي قياديا سياسيا محنك ليصبح اسمه مسعود بارزاني قطبا سياسيا محط أنظار لأقطاب السياسة في العراق في أربيل التي حولها بارزاني إلى منارة للأحرار والمفكرين إلى كل العراق ببغدادها شمالها وجنوبها يقود بارزاني نهج الوحدة بين أبناء الشعب العراقي وهو نهج التآلف الذي أمس ما يحتاجه العراق والعراقيون اشتركوا في القناة